اسم التجربة القوى غير المتزنة المؤثرة في البالون Unbalanced forces affecting a balloon الهدف من التجربة التعرف إلى أثر القوى غير المتزنة في حركة الأجسام عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة الحذر عند نفخ البالون أدوات التجربة مصة عصير طويلة خيط لاصق حاملان بالون خطوات إجراء التجربة نمرر خيطا في مصة عصير طويلة ثم نربطه ونشده بين حاملين متباعدين ونثبت البالون بالمصة نترك البالون فنلاحظ أنه يبدأ بالحركة ثم تبدأ سرعته بالنقصان إلى أن يتوقف مثلما أن شكله يتغير ننفخ البالون مرة أخرى ولكن أكثر من ذي قبل فنلاحظ أن البالون يقطع مسافة أطول قبل أن يتوقف النتائج عندما تكون القوى المؤثرة في جسم قوى غير متزنة أي أن محصلة القوى المؤثرة فيه لا تساوي صفراً فإن الجسم لا يتحرك بسرعة متجهة ثابتة لذا فقد يتغير مقدار سرعته أو اتجاهها أو كلاهما وقد يؤدي تأثير قوى غير متزنة في جسم إلى تغيير شكل الجسم لذا فإن القوى المؤثرة في البالون قوى غير متزنة ترجمة نانسي قنقر